هراك سياسي نشط لا يتوقف في العاصمة السودانية الخرطوم في محاولة لتطويق الأزمة السياسية المستمرة بين شركاء الحكم لسيما بعد أعلان حال الطوارئ من قبل المجلس العسكري من جهتها أعلنت السفارة الأمريكية في السودان أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية ستزور الخرطوم للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وإطار العمل الانتقالي المقرر في الوثيقة الدستورية وأشارت إلى أنها ستلتقي ممثلي الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وفي ذات السياق قال ديبلوماسي أوروبي للحدث أن الاتحاد الأوروبي يمنح الأولوية لمحاولة استعادة المرحلة الانتقالية في السودان وتشجيع الحوار بين المكونات مشيرا إلى وجود تنسيق مع الولايات المتحدة وأطراف فاعلة وأنه من المبكر الحديث عن آليات ضغط محددة أما داخليا فلا تبدو الأجواء السياسية بين المكون المدني بأفضل حال بعد أن هاجم تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري لقوى الحرية والتغيير متهما إياها بممارسة التشويش والكاذب الصريح وفق قوله ونفى التجمع مشاركته في اجتماع قوى الحرية والتغيير أو البيان الذي صدر بعد ذلك وصفا إياه بالمضلل والهادف لنسف ما يقال عن أهلياتهم للعمل مع قوى الثورة وقانت قوى الحرية والتغيير طالبت في بيان شارك فيه 24 حزبا وتنظيما بتكوين جبهة وطنية عريضة وأعلنوا تمسكهم بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلامة